احنا رح نحكي عن الماغنيكس يلي هو المنتج الحصري والمفضل للجميع دون استثناء الماغنيكس شو بيعمل؟ بيعمل شي اسمه حق المغناطيسي طيب بدنا نحنا نفهم شو يعني حق المغناطيسي شو بيساوي الجهاز يلي هو بماغنط المي شو يعني ماء مماغنط وشو بالضبط عم بيصير حتى نفهم هالشي لازم نفهم انه بالكرة الارضية في مجالين او موجتين مجال مغناطيسي ومجال كهرومغناطيسي المجال المغناطيسي بيجي من بطن الارض وهو مجال صحي جيد للبشرة جيد للحيوانات للنباتات لكل الارض المجال الكهرومغناطيسي وهو بيكون عبارة عن side effects يعني مظار جانبية للتطور التكنولوجي للأسف الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات مضادة للموجات المغناطيسية فلهيك باللاحظ بالفترات الاخيرة من السنين انه صار فيه امراض كثيرة صار فيه مظار صار فيه ضعف بالمناعة تبع الجسم البشري وصار فيه مشاكل كثيرة بس لاحللوها ولافهموها فهموا انه هذا الشي بسبب الموجات الكهرومغناطيسية يعني سبب من الاسباب الاساسية هو الموجات الكهرومغناطيسية فش رح يساوي البشر لحتى يتفادأ هالمظار باقصى طريقة ممكنة اخترعوا العلماء المجال المغناطيسي يلي بيعالج او بيحت من الموجات الكهرومغناطيسية فشو ساووا عملوا اجهزة او عدة اساليب مختلفة منها الماغنكس لحتى يمغنطوا المي يمغنطوا المي يعني دخلوا فيها الموجات المغناطيسية ويخرجوا الموجات الكهرومغناطيسية وهذا الشي بيغير تركيبة المي بيخليها تركيبة حية يعني بيصير ماء حي مثل ما نزل من السماء بدل الماء الميت يلي نحن بنشرب وشو يعني ماء حي ماء حي يعني الخلايا تبع المي جزيئات المي تتغير بالماء الميت حتى الماء المفلتر وخصوصا الماء المفلتر لانه عملية تنقيط الماء عملية ترشيح الماء عملية تصفيت الماء كلها بتقتل الماء وبتقتل الخلايا تبعه فبيصيروا بتصير الخلايا متكاتلة وبتصير هالخلايا ما بتعرف تفوت على جسم الانسان يعني خلية الجسم البشري ما بتتشرب كل فوائد الماء لأنها بتكون كثيرة مش مرتبة ومش صحية الماء المماغنط بيكون خفتيف لأنه جزيقات الماء فيه بتكون قليلة مرتبة منظمة وبتفوت على كل خلايا الجسم فالجسم بيستفيد من كل فوائد الماء لهيك هن عم بيقولوله الماء الحي كصديق البيئة طيب شو الفرق ما بين الماء الحي والماء الميت الماء الميت متل ما إلنا إنه الخلايا فيه بتكون بيكون عددها أكتر من الماء الحي فعدد الخلايا بالماء الميت بتكون ما بين 12 لـ 18 بالماء الحي بتكون ما بين 6 و 10 الماء بيصير خفيف فقد ما رح تشربوا ما رح تشبعوا تشربوا وما بتشبعوا ولهيك بتصيروا تطبقوا المقولة أو النصيحة الشهيرة للأطباء وهي شرب من لترين إلى 3 لترات ماء باليوم هيدا الشي بيصير طبيعيا يعني موشي أنتوا بتكونوا متعمدين تساووه الماء بتصيروا بتشربوها من لترين إلى 3 لترات بدون ما تحسوا لأنه الماء بيكون خفيفة ما بيكون فيه ثقل في الماعدة بس نشرب الماء الماء بيصير عذب بيصير خفيف وعذب لأنه نسبة الحموضة بترجع للنسبة القاعدية pH 8 فما بيكون فيه حموضة في الماء ما بيكون طعم غير محبب بيصير طعم لذيذ مثل ما بنقول بتنسي الماء بنين يولي بنين وبتصيروا فيكن تشربوا قد ما بدكن لما يكون الماء حي مع شرب كميات كثيرة من الماء والكميات المطلوبة بيصير فيه فائدة للجسم لأنه الوصول للخلية بيكون وصول تام فالجسم بيتشرب كل الفوائد تبعت الماء هلأ رح نحكي عن جهازنا جهاز الماغنكس أو مغنطة عفوا لأنه النيو version هي مغنطة بتتكون من تسعة مغانط ألمانية الجهاز مصنوع بالمملكة العربية السعودية هو صنوع عربي يتكون من جزئي جزء سفلي يلي هو القطب الجنوبي وجزء الفوقي يلي هو القطب الشمالي وجود مغناطيسين يعني وجود مجال مغناطيسي في ثناء القطب بيعمل حقل مغناطيسي مغلق هذا الشي يلي بيفيدنا أكتر ويلي بيخلي المغناطة تكون سليمة وتكون فيها فوائد كثيرة الجهاز مثل ما شايفين بالصورة صغير الحجم خفيف تصميم عصري لا يحتاج سيانة ولا يحتاج كهرباء بس أنتوا تنتبهوا عليه للجهاز بس تحطوه وتستعملوه تنتبهوا عليه ما بتضربوه على الحيطة وهو بيضل معاكم لمدة طويلة جدا ولفترة طويلة هلأ رح نحكي عن فوائد الماء الممغناط بجسم الإنسان الفوائد لا تعد لأنه لما يصير الجسم بياخد كل الفوائد الصحية للماء نشاط الدورة الدموية رح يصير أقوى ورح يصير طبيعي ورح يصير جسم الإنسان بعمر صغير أو عمر شاب أول شي حكينا عن درجة الحموضة فما رح نعيد بس نشاط الدورة الدموية رح يكون يعني الدورة الدموية رح تكون نشطة جدا لأنه نقل الأكسجين رح يكون كثير وشرب الماء بدرجة كبيرة رح يساعد بهذا الشي لما تكون الدورة الدموية عم تشتغل بشكل صحيح أو بشكل مكثف كل السمومة بتطلع من الجسم المناعة بتقوى مثل ما قلنا أنه الجسم بيصير صغير لما المناعة بتقوى وجسم بيصير بيشتغل بطريقة صحيحة وبيرمم حاله أداءه عالي كل الألام من الجسم بتروح ألام المفاصل بتروح الجسم بيصير بيداوي حاله بسرعة أسرع من العادي يعني لما بيكون في عندك جرح وانت عم تستعمل المي المومغنط ومواظب عليه دائما تشرب مي مومغنطة الجرح بيبرى أسرع من العادي شو كمان بيصير الناس اللي عندها سكر لاحظت تحسن في سكر تبحى بعد شرب ماء المومغنط الناس اللي عندها دم ضغط الدم لاحظت تحسن كبير وما صار في عندها مشاكل لأنه الماء المومغنط مثل ما إنه بيحسن نشاط الدورة الدموية فكتير بيساعد الجسم بهذا الموضوع الناس اللي عندها انسدات في الشرايين الماء المومغنط كتير بيساعدها الناس اللي عندها الحصى بالكلة الماء المومغنط كتير بيساعدها فالماء المومغنط بيساعد بكتير أمراض والوقاية خير من العلاج والناس اللي بتستعمل الماء المومغنط تحتى تحافظ على الصحة الجيدة تبحى بيكون أحسن من إنه نشربه بسبب الأمراض فبهذه الطريقة لما نستعمل نحن الماء المومغنط بنكون عم بنحافظ على صحتنا وبنكون عم نتفادى أي أمراض ولو في أمراض بنكون نحن عم بنساعد الجسم لحتى لحاله يدافع على حاله ويصير يقاوم أي شيء سيء يكون بالجسم لو في عندك حموضة رح تروح من ثلاث لأربعة أيام بعد استعمال الماء المومغنط لو في عندك كونستيبيشن كمان رح تروح بعد مدس أربعة أيام لو في تعب في ناس بس تفيق الصبح وتكون تعبانة هذا كمان بيروح بعد أربعة أيام من استعمال الماء المومغنط والمواضبة عليه والماء المومغنط لكل العائلة لأنه نحن لما تكون القارورة أقل من لتر بنحطها على الجهاز لمدة أربع ساعات لما تكون من لتر لليترين بنحطها على الجهاز لمدة ست ساعات وكل العائلة بتشرب وبتستفيد فيه كمان غير الصحة أنا بعرف أنه دائما بركز على الصحة بس غير الصحة وغير فوائد الماء المومغنط فيه فائدة ثانية اللي بتحافظ على جيوبنا وهي خلق المجال المومغنطيسي يلي بيخلي رائحة العطور أقوى وبيخليها تضل فترة أطول فبس نحط قارورة العطر يلي أقل من مئة ملي لتر لمدة أربع ساعات القارورة يعني العطر رح يضل قوي لمدة شومين أو ثلاثة على حسب طبعا العطر يلي رح تشتروها ولو مئة ملي لتر أو أكتر فمن المحبة بإنه تخلوها لمدة ست ساعات فنحن بهيك بنحافظ على جيوبنا على فلوسنا على مصروفنا وكمان بنحافظ على صحتنا وعلى حالتنا النفسية لأن الحالة النفسية بتتأثر بالحالة الجسدية مع شرب الماء المومغنط كمان في شيء كتير مهم لما يكون الجسم عم يشتغل منيح نحن بننام كتير منيح بالليل طبعا مع تدخل كتير عوامل تانية لأن الماء المومغنط بيفيد بموضوع التخصيص مع الرياضة والريجيم والدايت وكمان بيفيد بموضوع النوم هذا شيء كتير ضروري ليش؟ لأنه لنحن لما بنكون بنوم عميق بيجي هرمون اسمه هرمون النمو هذا ما بيطلع إلا لما نكون نحن بنوم عميق هذا الهرمون كتير مسؤول على ترميم الجسم وعلى مكافحة السكر وعلى مكافحة كتير إشياء سيئة بالجسم فالمواغبة على الماء المومغنط بتفيد الصحة وبتفيد الجيبة اتنين اتن أنا هلأ رحكون خلصت بموضوع الماء المومغنط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر